والله طبعا شرف مع بعضه شرف من الواحد ينضم النادي كبيري زي نادي الزمالك من أحسن أندايا في أفريقيا لكن الظروف اللي في الوقت الحالي هي المنعتني وتأتمنى طبعا أشتغل مع كابتن أسامنا بيه أخ طبعا وصديق قبل ما يكون مدير فني قدير والله هو تفهم هو تفهم هو الموضوع جيب بشكل سريع جدا 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 وأنا كنت محتاج وقت أطول من كده والنادي الزمالك هو هيلعب بكرة الزمالك بعد بكرة هيلعب فالوقت ضيق جدا جدا فكان كابتن أسامنا محتاج أنه يشتغل ويشتغل بشكل سريع جدا فهي دي الحاجة اللي منعتني لازم أكون داخل في مكان لازم أكون مديله كل تركيزي أحساسك وشعورك وانت بتشوف بيان طالع اسمك فيه الفكرة أنا كان عندي خلفية لكن ما كنتش متوقع أنه هو مجلس الإدارة هيطلع على البيان بشكل سريع كده لأنه كنت قيل كابتن أسامنا هو عرض علي فقلت له طب سيبني أفكر في الموضوع حتى كان عرض علينا مدرب مدرب مساعد حتى المسميات اللي هو مدرب العام أو المدرب المساعد أو كده لا هو إحنا كابتن أسامنا حتى فاهمي الكلام ده وحتى هو تعلم من مستر كوبر الكلام ده وإحنا فيه مدير فني وفيه سطف من المساعدين محل الأداء بقى أو كان مساعد في الملعب أو كده كده المدير الفني يبدأ يقسم الاختصاصات يعني مدرب ولا مدرب مساعد ولا مدرب عام ولا ما هو عمتاً ولا محل الأداء لا لا هو المفترض كان مدرب هو اللي كتب في البيان محل الأداء يعني هو بعد كده المكالمات اللي جات لي قال لي كان فيه غلطة أو كده منه كده دائقني شوية لكن أنا كنت هقوم بدور طبعاً تحلي الأداء طبعاً هو إحنا كجهاز فني عمتاً مكابتن سامعني في الكلام ده كويس قوي بتعوضوا مع بعض المدير الفني طب دائقك ليه ما ناس يقولك موكابتن محمود كان في منتخب مصر محل الأداء ما هو أنا كنت في محل الأداء دور من أدواري أنا كنت في منتخب مصر يعني جوكر كنت بعمل حاجات كتير قوي كنت بترجم للراجل وباشرحل لعيبها وباشتغل نفسي معهم يعني أنا حتى في دراستي أنا درست علم نفسي رياضي فكنت باشتغل مع لعيبة حتى نفسياً عن طريق الفيديوهات التحفيزية أو عن طريق بعض الحاجات مع أسر اللعيبة يعني اشتغلت أكتر من حاجة أو كنت طبعاً الجانب الفني مع ميستر كوبر في الملعب أو في تحليل أداء أو في الفيديوهات الماتشوات اللي حمدت فرج عليها أو المنافسين جوكر في كل حاجة حتى في الفتة كنت معاه حتى في الفتة كنت بقى لحقيقة فعلاً حتى قصرة ميستر كوبر كنا بنحاول نساعدها أنها تتأقلم وأنها جماعة كل دي حاجات نفسية طبعاً الفتة دي الناس يقولك أكل الفتة أكل الفتة لا هو أني أنت تخلي المدير الفني يتأقلم مع البلد ويحابب البلد مش عايز يخرج هو لو مش حابب مش هيأنا مش حاجات احنا نخدها بتهريك وهزار وفتة والكوبر بتعالف لا ده خلاص الراجل كبر بيحبه مصر جداً أقلم جداً الراجل بيحبه مصر جداً بعدين كمان هو نجح آه نجح طبعاً الله هقولك حاجة يا مهيب فاضل كريستيان ورونالدو قبل ما يرادوه في السعودية رادوا مرادو ورادوا عيالو والمدرسة والشوبينج اللي هتروح أيوة نفسي شغل نفسي كله شغل نفسي كله لأنها هي اللي هتتعامل مع رونالدو في البيت وتكون سعيدة تم تجهيزه نفسي رفع ليك ده احنا شفناه من زمان قوي احنا للأسف احنا في مصر بنجيب الراجل الأجنبي بنحسس ان هو روبوت هيدخل المصر أو الدولة العربية لا انت تتعاش لا خالص الراجل الأجنبي اللي جاي ده مثلاً ميسي لما راح باريس سان جرمان هو في عوامل عوامل كتير جداً حواليه إن كان عامل اللغة عامل التأقلم أما هو الراجل لو مش متأقلم لو مسعيد لو زوجته مسعيد لو أولاده مسعاداء لو أولاده مش مبسوطين في المدرسة كان كل ده هيأثر عليه في مشواره فأنا كده عشان كده بتلاقي اللعبة بره في أوروبا ورجل بفاكل حاجة واحدة بس الكرة ده اللي حاولت أعمله طبعاً بمناسبة لعبة أوروبا إنني أول ما راح أرسل أرسل فينجر جاب له طباخ يعمل له لحمة على الطريقة الإسلامية طريقة والشريعة الإسلامية طبعاً وجاب له سواء يخليه يروح يصلي الجمعة يعني يتعاملوا نفسياً وهيأوا نفسياً مع الفريق اللي هو بيلع فيه ده مهم جداً ده مهم جداً أعتقد برضو برونو سافيو في الأهلي تم التعمل لها جابوله مترجم خاص به هو البرتغالية يكون متواجد معاه ويأخذه ويوديه ويخليه يخش مع العيبة يتكلم مع العيبة يتأقلم مع العيبة ده حاجة مهمة جداً نفسياً وده لنا بقى الحتة لنا كنت كانت أسامة فيها تقوله أنا محتاج وقت أكتر ممكن أن أفكر طبعاً نادي الزمالك أرجع وأقول تاني هو شرف مع بعضه شرف العمل في نادي الزمالك أو النادي الأهلي اللي اتنين طبعاً قطباي الكرة المصرية إن أنا حتى أترشح نشتغل في أحد الناديان ده طبعاً شرف مع بعضه شرف أو أن أنا تكبرت عن نادي أو أنا معجبنيش البوزيشن لا طبعاً شرف الواحد ينضم الجمهور الزمالك طبعاً المسجات اللي جاتلي بعد كده من الجمهور ومن أصدقائي ومن المحللين وكده أسعاريتني جداً في زم الكوية فصاروا أن أنت أهلاوي عشان كده مرضتش تيجي أنا هارجع وأقول للمرة مليون أنا رجل محترف أنا بيجيلي كذا عرض بحلل وبشوف إيه الأفضل وبشوف لكن في الوقت الحالي كان ميستر كوبر إحنا كنا نتكلم مع منتخبين يعني وفيه مفاوضة وأطواناً اللي كنت بقوم بيها لميستر كوبر فكان هيبقى صعب جداً نرجع ليسح الصبح لقيني موجود في نادي الزمالك أنا حتى أنا حتى لأسامة طبعاً أنا محتاج وقت أطول من كده لكن أمر تفهمت إن هم ما